يعتبر موسم الحريد أو أسماك الحريد شيء منفرد ومختلف تماما عن باقي الأسماك حيث يخرج هذا الحريد يأتي مهاجرا من المحيط ثم إلى بحر العرب ثم يدخل إلى مضائق البحر الأحمر مرورا بالسواحل التهامية حتى يصل إلى جزر فرصان حقيقة كان لهذه المهرجانات دورها التنموي في جلب رجال الأعمال للمنطقة بشكل عام ومنها أيضا محافظة جزر فرصان هذه المهرجانات ساهمت أيضا في الفرص الاستثمارية بناء الشالهات بناء الفنادق سواء في المنطقة الجبلية أو في المنطقة التهامية أو في منطقة جزر فرصان ترجمة نانسي قنقر